نعرف كواليس تدريبات النادي الاهلي من زماننا كريم احمد المتواجد حاليا في ملعب مختار التش واكيد هنرجع عند النفس كريم صباح الفل عليك تفضل احنا سمعينك الصباح الخير عليك زميل العزيز كريم طبعا كل التحليك وكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي ويوم العظيم النهاردة الحقيقة في البداية نصر اكتوبر ومن خلالك طبعا بنقول كل سنة وكل قواتنا المسلحة بخير كل سنة وقواتنا المسلحة هي الدرع والسيف الحقيقي للشعب المصري والامة العربية يوم عظيم النهاردة بنحتفل بيه جميعا ويمكن كمان النهاردة بقى رغم ان هو يوم تسيط اكتوبر لكن تدريب النادي الاهلي متواصل واستعدادات النادي الاهلي الحقيقة مكثفة جدا خلال ايام المضية لكل تركيز كبير مباراة مهمة وانطلاقة جيدة جدا وهي مباراة الحرس الوطن ان شاء الله يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب باكسيني كونيتش بيه النيجر ان شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جيدة جدا لفريق النادي الاهلي ونسعى من خلالها زي ما حصلنا على مزيد من البطولات خلال الموسم المنقضي ان شاء الله بإذن الله نقدر نحقق بطولات عديدة هذا الموسم تحت القيادة الفنية الرائعة كالعادة لبيتسو موسيمانيا والكوكبة المميزة والعناصر الكثيرة جدا الوفدين للجدد الحقيقة المتوجدين مع النادي الاهلي فترة مهمة جدا الحقيقة في المشوار طبعا النادي الاهلي في بطولة الدور العام وبطولة الكث والبطولة الافريقية لان مفيش فترة زميلي كريم هيكون فيها التكتك والجمل وتحفيز بقى كل الامور وفكر بيتسو موسيماني الا المرحلة دي اه عندنا غيابات متوجدة طبعا في المنتخبنا الوطني وايضا كمان اللاعبين للدوليين لكن الحقيقة العناصر المتوجدة بتأدي تدريبات على اعلى مستوى بجدية كبيرة جدا وحماس كبير جدا بنأمل ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه في التدريبات وانطلقتنا بامر اللي هيكون جيدة جدا كلمنا على تحديد معادة السفر هيكون يوم اربعتاشر النادي الاهلي هيتضرب تدريبة وحيدة في النيجر الامور يمكن للفترة الفاتحة كانت تدريب اربعة ونصف عصرا لكن النهاردة يمكن بيتسو موسيماني عدل موعد التدريب ليكون حداشر صباحا اكدنا على هذا الامر وقلنا يمكن هيقابلنا نقص اكسجين شوية الجو مقبول حقيقة شوية في مصر الجو يكون مختلف بشكل كبير في النيجر لكن تغيير الموعد التدريب ده بيكون امر مهم جدا وبنحاول بشكل كبير ان احنا نكون متوجدين في كل تدريب النادي الاهلي نشوف الجدية الكبيرة جدا وحماس النادي الاهلي غدا زميلي كريمة يكون اجازة لفريق النادي الاهلي ومن بعدها يوم الجمعة ان شاء الله يستأنف النادي الاهلي تدريباته من جديد تدريبات مكثفة فقرات بدنية متنوعة يا رب ان شاء الله بإذن الله يكون النادي الاهلي موفق خلال المرحلة القادمة وانطلقتنا ان شاء الله في مباراة النهاجر تكون من نصيب النادي الاهلي جميل كل شكر لك زمين العزيز كريم احمد بوراس لقناة النادي الاهلي شكرا جزيلا لحضرتك